شريان حياة ميليشيا حزب الله اللبنانية وأهم منطقة على طريق الحلم الإيراني بالسيطرة على شرق المتوسط إنها منطقة الحدود السورية اللبنانية وتحديدا منطقة الزبدان السورية وبلدة الطفيل اللبنانية مصدر خاص أوضح لأوريانت أن عمليات البيع زادت في الأوينة الأخيرة بمنطقة الزبدان عن طريق وسطاء تابعين لإيران وميليشيات حزب الله اللبنانية بعضهم معروف بتبعيته لإيران أمثال المعمم فادي برهان ومنهم غير معروف بتبعيته لإيران مشيرا أنه لا أحد يملك المال لشراء الأراضي سوى أتباع إيران مستغلين فقر الناس وحاجتهم غير مهم من موقع الأراضي والعقارات التي تشتريها إيران سواء في سهل الزبدان أم في جبلها دون تحديد عدد هذه العقارات من قبل المصدر الذي أشار إلى أن عمليات الشراء مستمرة منذ سيطرة ميليشيات حزب الله وأسد على الزبدان أوساط عام 2017 بموجب اتفاق تهجير سكان المنطقة مقابل إخلاء سكان كفرية والفوعة بإدلب خلال صفقة القطرية الإيرانية المعروفة وسائل إعلام كشفت أن الإيرانيين اشتروا 165 قطعة أرض في الزبدان و97 عقاراً في بلدة بلودان ذات الغالبية المسيحية وهو ما شكك به البعض معتبراً الدخول إلى هذه البلدة السياحية الأنيقة ليس سهلاً على حثالات إيران إضافة إلى الزبدان وبلودان اشترت إيران 250 قطعة أرض في منطقة طفيل اللبنانية تزامناً مع عمليات وضع اليد على العقارات من قبل أشخاص تابعين لميليشيا حزب الله التي هجرت سكان طفيل منذ عام 2014 بحجة محاربة الجيش السوري الحر في منطقة القلمون السورية فإلى أين يسير قطار تغيير الديمغرافي؟ وهل سيسمح له بابتلاع بلودان المسيحية؟ أم أن القضية لا تتعدى تجارة الممنوع وفتح خط لتهريب المخدرات والسلاح بيد ميليشيا حزب الله